لا تزال آثار أزمة البحر الأحمر تتبدى بالتدريج فهجمات ميليشيا الحوثي على السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي تترك آثاراً على التجارة العالمية بشكل عام وتحديداً على حجم السفن العابرة لقناة السويس وتلك التي حولت طريقها عبر رأس الرجاء الصالح إضافة لارتفاع أسعار النفط الولايات المتحدة لم تتمكن من إيجاد تحالف دولي قوي ضد الحوثيين في البحر الأحمر لأسباب المتعددة قد يكون أهمها ضعف موقفها الأخلاقي الداعم لحرب الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة بالرغم من فشل الولايات المتحدة في حج التأييد الدولي فهي تجدد التزامها بحماية الأمن البحري وتأمين خطوط الملاحة الدولية في المنطقة كما تؤكد أن هجمات الحوثين في البحر الأحمر قضية عالمية وأن عليهم التوقف عن استهداف السفن التجارية أو تحمل عواقب تصرفاتهم التي تصفها بغير القانونية الحوثيون ومن ورائهم إيران قالوا أن على أمريكا أن تتحمل عواقب عسكرتها للبحر الأحمر وأشاروا إلى أن التصعيد الأمريكي لن يمنعهم من مواصلة عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية في غزة معتبرين إصرار الولايات المتحدة على دعم إسرائيل ضد غزة من شأنه تفجير المنطقة على المستوى العسكري فإن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في البحر الأحمر ينذر بزيادة خطر وقوع حرب إقليمية إضافة لارتفاع مخاطر عودة القرصنة في البحر العربي وبالتالي توسع رقعة عدم الاستقرار في الإقليم من المناطق البرية الداخلية إلى البحر وطرق التجارة الدولية توسع الصراع يمكن أن ينتج آثاراً إنسانية تضيف أعباء على السكان اليمنيين المتضررين من سقوط الدولة في يد الميليشيات والمعتمدين في حياتهم بشكل أساسي على مساعدات الأمم المتحدة